السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني كاراما نظرا المباراة لجمع المنتخب السعودي بالمنتخب الارجنتيني وغانا ادرك كذلك على المباراة لجمع المنتخب تونسي بالمنتخب الدنماركي اللي فرض تعادل على المنتخب كما شفنا المنتخب الدنماركي بسفر لي متله شن المنتخب السعودي العب مباراة في المستوى العالي وفاز على المنتخب الارجنتيني وهذا اول فوز المنتخب كما كنقوله عربي يفاز على منتخب من امريكا الجنوبية شنى منتخب السعودي ما شاء الله تبارك الله الشوط الأول خرجوا خاصة في المباراة بهدف السفر كما شفنا داروا خطة ديال تسلول في الشوط الأول ونجحت مع المنتخب السعودي المية في المية كما شفنا ثلاثة الأهدف اللي سزلوا منتخب الأرجنتيني وترفضوا بداعي تسلول كما شفنا منتخب صراحة قدموا أدأ ولا أروع في الشوط الأول رغم خاصة بهدف السفر في الشوط الثاني جاء هدف تعادل مباشرة لمنتخب السعودي اللي قدموا مباراة في المستوى العالي شنا لا ميسي كما كنقولوا اللي تحى واحد فيهم مقدم شي ادع جيد شنا المنتخب الارجنتيني الشاحب وكما شفنا الخطة دي المدرب منتخب السعودي ايرفيرونار بهذا المعنى الكلمة كما كنقولوا قدبهم الكورة بهذا الخطة التاكتكية اللي لعب بها الضغط على المنتخب الارجنتيني وكما كان اللي شنا العب دفاع متقدم ما شاء الله تبارك الله وقدموا مباراة في المستوى جيل الهدف الثاني. المنتخب السعودي كما ماكنا بدك الطريقة هدى ا Zaura كما فتاك تبارك الله قدموا مباراة في المستوى وكنت امنى المنتخب السعودي يمر الدور الثاني ان شاء الله بالنسبة للاعبين المنتخب السعودي كان تقييم اللاعبين في المستوى كما قداش،OULDا عندأются قدامكم تقييم ديالم كان رائع رائع جدا كان اكتر تقييم هو كان الهارس المرما شنا ثمنية فاصلة السعوى مشاء الله تبارك الله وقدموا مباراة في المستوى وكنت منا وهم يدوزوا الدور تاني ان شاء الله وداروا الضغط على المنتخبات العربية الاخرى مثل المغرب وتونس بالنسبة لمنتخب تونسي اللي فردت عادول على المنتخب الدنماركي بصيفر ليميت ليفر مباراة شن المنتخب تونسي الشوط الاول خصوصا شن المنتخب تونسي ضيع الفوز بهذا المعنى الكريمة كما شن تفرجنا اللي ما تشكياملين وكما قال عصام شوالي منتخب تونسي ضيع الفوز في الشوط الاول شن كما قلوه تونس صراحة ضيع الفوز الشوط التاني منتخب تونسي كما قلوه ليقع البدنية خانتهم في الشوط التاني ورغم ذلك خرجوا بنقطع كما قلوه نقطع بحسن من لا شيء وكنت منهم الصراحة يرجعوا يتأهلوا الدور التاني ان شاء الله بإذن الله وهذا الشي اللي كانت منه كعرب كامل كما شفنا المنتخبات العربية قادرة تضل الدور التاني ان شاء الله بإذن الله المنتخبات جاهزين بدنيا وقدموا أداء جيد كيلعبوا بحلها في أرضهم ويتشيليشنة بتبارك الله ما شاء الله اللاعبين كقدموا أداء ولا أروحشن الجماهير تونسية قدمت أداء ولا رأة بالنسبة لتقييم اللاعبين المنتخب تونسي كما شفنا تقييم واداء قدامنا ما شاء الله تبارك الله تقييم ديالهم كان رائع رغم تولات الدفاعاتين هما تقييم دوري كن تقييم ديالهم كان أحسن بالنسبة للعرب كاملين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم محمد